موسيقى سنعمل اليوم على إضاحة طريقة الليزر ما هي مساوئها ومحاسنها حسب الطريقة التي سنعمل بها طريقة الليزر كما تعلمون هناك طريقتين لها عن طريق الشريحة وعن طريق قحط المخاطية ما هي الأسباب التي نرجح فيها عن طريق قحط المخاطية أو عن طريق رفع الشريحة قحط المخاطية لها عدة أسباب أول شيء قحط المخاطية خارجيا ونعمل الليزق في الطبقة الخارجية صلبة من الغرنية دون انقسامها والسبب في ذلك هو أولا رقة الغرنية إذا كانت الغرنية رقيقة جدا لا تسمح لنا برفع الشريحة وتطبيق الليزر تحت الشريحة لأن هناك عدة أسباب من أهمها أن يكون تحت الليزر لدينا 350 ميكرون كأرض تحتية لحتى ما نتعرض بالمستقبل لأمور سلبية الناحية الثانية طلب المريض بعض المرضى يطلبوا مننا أنه ما بدوا رفع الشريحة بدهم بشكل عاما طريق قحط المخاطية كما لديه معلومات مفضلة الناحية الثالثة هناك بعض المهن نحن على طوض إذا كانت الدرجة غليلة أو الدرجة صغيرة نفضل عمل الليزر عن طريق القحط المخاطية للأسباب التالية لكي لا نترك أثرا في القرنية أو نعمل مجال ضعف فيها المهن من أهم المهن بعض المهن لا يريدون أن يعلم أحدا أنهم عملوا الليزر أو في أثر للليزر فيهم نتيجة قبولهم في بعض المسالك مثل الطيارين ضباط الجيش والملاكمين الذين قد يتعرضون لضربة إذا كانت عن طريق رفع الشريحة احتمال في أي وقت وإن كان بعد سنوات عديدة تحرك مكان الشريحة وهناك بعض المهن مثل الحدادين واللي يشتغلوا في مجال الهدادة لكي لا تدخل شضية أو في مناجم الحجر لكي لا تدخل أي قطعة حجرة فوق الشريحة عندما تدخل أي قطعة أو جسم أجنبي فوق الشريحة ونحاول نحن تنظيفها بالطريقة الميكانيكية قد يثغب مكان الشريحة أو يتحرك من مكانهم مما يسبب لمضاعفات في المستقبل وبقاء لطخة دائمة قد تؤثر على مجال النظر بدون شريحة كما حكينا كما تعلمون لازيك مباشرة عن طريق المشرط وعن طريق جهاز الفيمتو جهاز الفيمتو ليس جهاز لازيك وإنما عن جهاز يساعدنا في رفع الشريح فهناك طريقة انتراليز عن طريق الجهاز وطريقة الفيمتو ليسك الأمور متى ترجح عن طريق رفع الشريح عندما تكون عندنا سماكة القرنية كافية بناء على طلب المريض وإذا ما كان هناك أي عائق في القرنية لا في لطخ ولا أمور ثانية ويمكن إدارتها بأي وسيلة وبشكل بسيط طبيعا طريقة الثالثة التي أحدثت حاليا هي عن طريق السمايل السمايل كما تعلمون أحد الطريقة في اللازيك ولكن هناك ترجح لعدة أسباب من أهمية إذا كانت سماكة القرنية رقيقة جدا ولا تسمح بأي نوع من أنواع اللازيك حسب درجة المريض والناحية الثانية موضوع النشفان لأنه عندنا موضوع النشفان أهم عامل سلبي بعد عملية اللازيك واجهه المريض فلأني طريقة السمايل عن القرنية عن الطريق الجانبي تدار بدون قحطة مخاطية مما لا تسبب نشفان بشكل قوي كالطرق الثانية عند المريض وشكرا لكم أخوتي المشاهدي ترجمة نانسي قنقر